عن جويريا بنت الحارس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمتي أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري ففطرت السؤال ليه صوم يوم قبل أو بعد يوم الجمعة لما الواحد يحب يصوم الجمعة برجاء التوضيح وجزاكم الله خيرا هو الحديث اللي حضرتك يعني بتسأل عنه اللي هو أخرجه الإمام البخاري في صحيحي عن جويريا بنت الحارس رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة كانت صائمة يوم الجمعة فالنبي سألها أصمتي أمس يعني أنت صمتي مبارح قالت له لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا يعني هي ما صمتش مبارح ومش هتصوم بكرة وعايزة تصوم الجمعة فقط قال فأفطري ففهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم العلماء من خلال اللي قالوا شراح الحديث في بيان ما تضمنته هذه الرواية فهموا إن النهي عن إثراد يوم الجمعة بالصيام يعني عن النهي عن إنك ما تصومش يوم الجمعة لوحده بيفيد الكراهة فقط يعني حكمه إنه مكروه اللي حيصوم يوم الجمعة لوحده من غير يوم قبله ومن غير يوم بعده حكمه مكروه كما إن الحديث الشريف لا يشمل من كانت له عادة يعني اللي الإنسان دايما بيصوم يوم وبيفطر يوم في واحد عدته كده الحديث لا يدخل من له عادة في الصيام بالصورة دي تحت هذا الحديث يعني اللي بيصوم يوم ويفطر يوم مش هيدخل مش هيندرج تحت هذا الحديث وكمان من يصوم السنن زي يوم عشراء لو وافق يوم العشراء مرة يوم جمعة وبيندركش برضو تحت هذا الحديث من صيام السنن زي صيام يوم عرفة لو وافق يوم عرفة يوم جمعة وما شابه ده من صيام النوافل طيب طالما اتكلمنا في المسألة دي يبقى حنلاقي نفسنا بندخل عن مذاهب الفقهاء في إثراد يوم الجمعة بالصور ايه كلام الفقهاء حول انك لما تحب تصوم يوم الجمعة لوحده في حالة الإنسان إذا ملوش لم يكن له عادة في الصوم أو لم يوافق صوم نافلة محددة زي اللي احنا شرحناها يعني ما جاش مثلا يوم العرفة يوم جمعة أو عشراء يوم جمعة أو أي حاجة من صيام النوافل أو أنا ملياش عادة أني بصوم يوم أو يوم لا فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في معتمد المذهب بتاعهم والشافعية والحنابلة إلى إن صوم يوم الجمعة منفردا مكروه وليس ممنوع يبقى حكم حكم أي مسألة احنا بنسأل فيها بنشوف حكمها ايه حرام مكروه مستحبة فدي حكمها مكروه وليس ممنوع بينما ذهب يعني هم فهموا إن النهي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لستينة جويرية إنه نهي كراها مش نهي تحريم بينما مثلا ذهب المالكية إلى القول بجواز إفراد صوم يوم الجمعة من غير كراها مطلقة المالكية عندهم اللي عايز يصوم الجمعة لوحده يصومه وما فوش كراها وحمل العلماء النهي أو فهمه النهي هنا على الكراها فقط عند الإفراد يعني لما أنت تصوم الجمعة لوحده لما ورد في سنن الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة وكمان ذكر العلماء إن الكراها لإفراد يوم الجمعة بالصيام عشان اليوم ده أشبه بعيد إحنا عندنا عيد كل أسبوع أو أشبه بعيد كل أسبوع اللي هو يوم الجمعة إلا إنه طبعا يعني ما نقدرش نقول عيد من كل وجه لكن أشبه بالعيد فمن هنا ذكر أو قالوا بيه الكراها فقط يعني حكمها إنه بيكون مكروه وبيخرج صيام يوم الجمعة اللي عايز يصوم يوم الجمعة ويخرج صيام يوم الجمعة يعني بيخرج صيام يوم الجمعة لوحده من الكراها ما لو وافقه وعادة له في الصوم إذا كان هيخرج إمتى من الكراها لو أنا كتلي عادة في الصيام بصوم يوم وبفتر يوم بصوم يوم دي عدتي أو إنه وافق يوم من أيام صيام النوافل المعلومة يا أخي الفاضل وأرجو إن حضرتك تكون يعني اطلعت على بعض مما تريد ترجمة نانسي قنقر